بناية مهددة بالسقوط في أي لحظة ومصنفة في الخانة الحمراء في بلدية بلغين بالعاصمة باتت اليوم تشكل خطرا على قاطنها في ظل سقوط أجزائها بين الحين والآخر السكان هنا بات أهمهم الوحيدة الاستيقاظ وهم على قيد الحياة إحنا كي رحنا نستفسرنا في سيتيسي قدرنا مع أحد المختصين قال لك إحنا ماشي مسلاحياتنا نكتبو لهدم إحنا نصنفوكم نقدروا درجة هشاشة البناء ومدام قلنا أن البناء مصنفة في الخانة الحمراء الدرجة الخامسة معناه أنها خاطر على حياة قاطنها أنا في ضنجيا يسبح عربي أنا ما كنت خدام مناية هم عيطولي عيطولي قتليني طاحت كنت مباليين بقاستها بالطابلة طاحت في أي لحظة هايمكتوبة في الورقة هايمكتوبة في الورقة في أي لحظة تحبط الظهر درجة الخامسة ودرجة هذه ترمم هذه ترمم درجة أنا جميشت أنا أيامر يمبل من الناس دروين تترمم وضعية هذه البناية دفعتنا للاستفسار حول حالتها بعض رصدنا للحالة الكارثية للبناية المتواجدة بشارع ستة طرقي ببلغين المهددة بالانهيار والسقوط في أي لحظة والمصنفة في الخنة الحمراء من الدرجة الخامسة حاولنا الاتصال بمصالح البلدية هاتفيا لكن لم يتمرد علينا فتوجهنا مباشرة إلى مصالح البلدية لكن لم نجد رئيس البلدية أو حتى المكلف بالتهيئة العمرانية والتعمير ليبقى سكان هذه البناية ينتظرون الضوء الأخضر من السلطات المعنية لنظر في حالتهم وترحيلهم قبل وقوع الكارثة حالة من القلق والخوف يعيشها السكان هنا في ظل غياب آذان ساغية حول الوضعية الكارثية لهذه البناية ساغية الحمراء